هو الاهم هو الاستقرار الداخلي والاستقرار الداخلي مش هيجي غير من ان المواطن يبقى واعي بحجم المخاطر اللي بتهدد الدولة المصرية والاجندات والافكار والرؤى اللي ممكن بتبقى بعض القوى الخارجية حطاها لعادة ترتيب المنطقة وانا بتكلم بمنتهى الوضوح واحنا كدولة مصرية ازاي نحافظ على امننا القومي واستقرار الدولة المصرية مقابل بعد هزي الافكار فالحقيقة دي كلها تحديات اعتقد من المهم جدا ان احنا يبقى المواطن بيتلقى المعلومة الصحيحة وعلى الاقل يبقى بيتناقش قدامه كل التحديات اللي بتحصل وتأثيراتها ايه على الدولة المصرية عشان يبقى عارف هذا الكلام لكن اخطر حاجة ان يكون بيستقيها من بعض انا اسف اقول المواقع اللي ممكن يكون لها توجهات معينة عارفين كويس قوي انها ضد استقرار هذه الدولة ومن هنا بيبقى دور حضراتكم معانا انكم تساعدونا في هذا الكلام وان الكلام ده يتعرض مش معناها انا ده اللي انا باكد عنيه مش تبني وجهة نظر الدولة بالعكس تماما احنا كلنا اعتقد هدفنا حاجة واحدة مصلحة هذه الدولة واستقرارها وبقاءها ونموها وتقدمها انا مش بتكلم على ان حضراتكم نقول احنا مع الحكومة ولا مش مع الحكومة بالعكس الحكومة نفسها بتبقى حريصة انها تستمع ونشوف وعارفين كويس قوي ان هناك رأي ورأي اخر وبالعكس تماما طالما هو كله بيتغي الصالح العام نحترم هذا الكلام ونشوف اللي ممكن نستفيد منه في ظل هذه الفترة الغير مسبوقة